إيزاك يا حج يوصلي عامل إيه؟ والله الحمد لله في نعمة شهر أنت في الرفة من زمان؟ أنا بعد ما ثلاثة عامل معاش اشتغلت في محيل والس حج يوصلي إحنا النهاردة بنتكلم عن الأم سيدنا رسول الله أوصى بيها يعني قال لك الأم 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 ثلاث مرات قبل الأب اللي ملوهش أم حلو غم أكتر موقف فاكه بما بينك وبين والدتك والدتها اللي رحمها كانت نعمة الأم كانت سند للواحد في كل موقف الحياة وكل خطوة بتكتبها أخد رأيها وكانت دعوتها هي اللي بتسبقنا ما فيش مشوار أروحه إلا ما تدعيلي وبأمرك يا ربي ألاقي المشوار يتقدش كان دائماً تدعيلي تقول لي ربنا يفتح عليك بالخير يا ابن وبعد عنك أولاد الحرام الدعوة ديت من الزمان الحال دلوقتي إمتى حسيت إن والدتك بتضحي علشانك إنت وإخواتك؟ يكفي إن هي كانت من مبدأ التعليم كانت هي اللي بتذاكر للواحد وهي عرام إن هي كانت ست بيت ما عاشها دات بس متعلمة برضو كانت بتحفظ الله هذا القرآن وتعرفوا أمور دينه وتعرفوا الحلال والحرام والبعد عن الحاجات الوحشة وكان الناس وقتها كانت بتحب وعضيها لله في الله بدون غرض وبدون أي مصلحة وهي كان لسانها الله رحمها كان يعني ما شاء الله محب فيها خلق الله كله وحتى وقتين هذا أنا عايش بدعوتها عرامنا هي مازجد بقالها أكثر من 15 سنة إنها من الحمد لله حتى وقتين هذا يعني ماشي بدعوتها